أدم إذا بدأنا بالحديث عن ملابسات واقعة السطو هل من جديد حول هذا الموضوع؟ الجديد الصباح اليوم إعلان إدارة أمن عدن عن القبض عن الخلية التي نفذت عملية السطو على البنك الأهلي هذه العصابة كما أفاد مصدر أمني هي التي نفذت العملية وهم قبضوا على الأفراد الأساسيين وفرار بعض الأفراد العصابة بينما يتم التحقيق معهم إلى الآن ولا إعلان رسمي عن نتائج التحقيقات هذه العملية الأمنية تعد نقاحا أمنيا كبيرا حسب الإعلان وحسب الترويق الإعلامي لكن ينتظر المواطنون نتائج التحقيقات المعلنة ويتذكرون أيضا قبل أشهر إعلان إدارة أمن عدن عن القبض عن الخلية التي نفذت اغتيال المحافظة السابق قعفر محمد سعد ولم تقدم تلك الخلية إلى النيابة ولم يعلن عن أي إقراءات قانونية قضائية بحق تلك الخلية التي المتهمة بتنفيذ عملية الاغتيال وعملية أخرى للاغتيال أعتقد هذه العملية التي نفذت اليوم أو نفذت منتصف ليلة الأمس تعد نقاحا إذا ما تم تأكيد هذه العملية بمؤتمر صحفي ببيانات تفصيلية لاحقة وبإقراءات قانونية يتم تحويل هؤلاء بعد التحقيقات الأولية في البحث الجنائي يتم تحويلهم إلى النيابة ثم إلى القضاء وفي ما يتعلق بالقضاء هناك مبنى جديد للقضاء والمحكمة العليا في خرمكسر قريب من إدارة أمن عدن نعم أدم كما ذكرت لا نتائج عن سير التحقيقات كحالة مثلا إعلان الجهة الأمنية بالقبض على عصابة إلى من تنتمي لا معلومات لديهم حتى الساعة ولكن نتائج الاجتماع الذي عقده مسؤولون حكوميون مع مدراء البنوك من أجل إنهاء الإضراب سوهة سمعت الجزء الأخير من سؤالك نعم كنا نتساءل حول نتائج الاجتماع الذي تم عقده مع مسؤولين حكوميين حول الإضراب وإنهاء الإضراب للبنوك اليوم مررنا بشوارع التي تتواجد فيها البنوك الحكومية والخاصة التجارية والإسلامية وقميعها كانت مغلقة وإعلان ملسقات في بواباتها أن الإضراب سيستمر ثلاثة أيام تضامنا مع البنك الأهلي وما تعرض له للسطوة مطالبة كما أفادت مصادر في البنك من الموظفين أن مطالبهم بضمانات أمنية للبنوك وللحالة المصرفية في عدن وتحركاتها وتأمين مبانيها ومقراتها بينما كان الاجتماع يقري في مبنى البنك المركزي بحضور القائم بعمال محافظ البنك المركزي ونائب وزير الداخلية ونائب وزير المالية الاجتماع استمر إلى ساعة متأخرة من ظهر اليوم وخرج باتفاق رافق إعلان أمن عدن عن القبض على الخلية التي نفذت عملية الساطو هذا ما قعل نائب وزير الداخلية يطرح النقاح الأمني على طاولة الاجتماع للخروج باتفاق بإنهاء الإضراب وقد كان ذلك بتوقيع مدراء البنوك والقائم بعمال محافظة البنك المركزي اتفاق يقضي بإنهاء الإضراب الذي تقرر بالأمس وكان من المجمع أن يستمر لكن من صباح الغد ينبغي أن تفتح هذه البنوك بحسب الاتفاق الذي كان إذا تحدثنا قليلا عن الوضع الخدمي بشكل عام والصحي هل ما تزال مثلا أزمة الوقود مستمرة في العاصمة المؤقتة عدن؟ نعم سهال يوم كانت شوارع عدن معبرة عن الشلل الاقتصادي الذي يخطط كما يصرح الكثيرون كما يخطط أن تعيشه عدن فالقانب الاقتصادي بشقيه المالي والنفط الذي هو أهم ركائز الاقتصاد سواء إغلاق المصارف ومحطات الوقود جميعها مغلقة للأزمة التي بدأت قبل أيام وما زالت مستمرة دون أي حلول التقينا بمدير شركة النفط الذي أفاد بصريحة العبارة أن الكمية الشهرية وهي كمية محدودة لا تفي ربع احتياجات المحافظة هذا الشهر منذ بدايته لم تتسلم شركة النفط الكمية الشهرية وقدرها 20 ألف طن وهو ما تسبب بهذه الأزمة وهم بانتظار الحكومة أن تتحرك لشراء هذه الكمية التي تعد إسعافية كل شهر من قبل الشركة المستوردة للنفط من الخارج بينما لا يتم ضخ أي نفط خام من حضرموت إلى مصافي عدن هذا الوضع قائم منذ أشهر أما الكمية المشتراة من الخارج من قبل الحكومة رأساً وتسليمها لشركة النفط نحن الآن في تاريخ 11 من هذا الشهر إلى الآن محطات عدن فارغة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة